ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله فيديو جديد جايب لكم فيه زي ما شفته في الانترو الهاند هيلد اكس ريي متاع الويت بيكر اي راي اكس ريي ماشي الجهاز عندي ليه سبوين حاليا نجرب فيه واليوم بنتكلم شوية على ديزاين متاعه والمواصفات اللي فيه بنتكلموا على البتارية متاعه وبنفتح الجهاز بنشغله بنشوف السوفتوير متاعه والاوبشن اللي فاصله وفي النهاية بنتكلموا ع السعر ومنهم الاشخاص اللي ناسبهم جهاز هذا ويحللهم مشاكل في الفداية تصميم الجهاز يعتبر جميل جدا لكن اللي يهمنا اكتر هو توزيع وزن الجهاز على اليد والجهاز وزنه تقريبا زوز كيلو توزيع الجهاز في اليد طبعا يعتبر متوازن وجميل جدا بالنسبة للبتمة الموجودات في الجهاز عندك فوق فيه بطمة الاف والان وهناي البتمة بتاع الاسبوجر هادو البتمة الفيزيكال اللي فيه هنا فيه سوكت السوكت هذا اعتقد انه هو السوكت هذا اللي يركب فيه لو انت تبديو اكسبوجر بريموت واير ريموت يعني ومن تحت الجهاز فصل الفتحة ترد هنا اللي كان بتركبه على ترايبود او تبدي تركبه على لايتستاند هشيرود هكي تعدل الانجل بروحه وتاخد اكسبوجر من بايد لو تبدي الفولتج تحت الجهاز سبعين كيلو فولت والفوكس متاع الكون بمعنى ذوز عالية ومركزة بمعنى اخر انت هكي محتاج ليكسبوجر تايم اقل والصورة تطلع اوضح لان الدوز كلها متجهة تجاه السنسور متاعك بالنسبة البتارية متاع جهاز البتارية لو هي فول تشارج تاخد لك الف وخمسمائة اكسبوجر وهو طبعا البتارية متاعها فاست شارج لو حطيتها خمسة دقائق فقط في الشحن ستعطيك اكسبوجر اكتر من ميت اكسبوجر دعونا نفتح الجهاز ونرى ما فيه في السوفتوير اول ما تشغل البطمو هذي متاع الوفل اون يفتح السوفتوير وهناي الشاشة طبعا تتش اول ايكون علي سار فوق هذي الايكون اختار منها المستقبل متاعك شن هو هل هو سكانر او فيلم او سنسور طبعا اللي تحتها على طول الفئة العمرية متاع البيشنت اللي بتاخد لها اكسبوجر هل هو تشايد ولا اضل طبعا تشايد حيحتاج اكسبوجر تايم اقل من الاضل فلهذا هو مدالك ديفولت اهنا الداخل اللي الايكون اللي تحتها بتختار السن لانه كما عارفين كل سن محتاج اكسبوجر تايم مختلفة التانية يعني مثلا الانتيريور اكسبوجر تايم اقل من البوستيريور فلهذا بتختار هل انصائصر ثم سنود او مولر بتصورها او كيناين وفي اوبشن الاخير اللي هو البايتوينك نجو تحتها طبعا هذي بتاع اللغة لو بتتغير صيني لو تعرف تتكلم بصيني تري تغيرها صينيا اللغة وهنا يفضلي هذا المكان هذا هو الاكسبوجر تايم الاكسبوجر تايم طبعا هو لما بتختار الخيارات الاولى بيعطيك هو الدوز المناسبة او تايم مناسب باش يعطيك الدوز لها السن هادي او البايتو لكن التايم هذا تقدر تزيدها وتنقصها نجو لي اخر شي هو الانجل طبعا زي ما نعرفه ان كل سن ناخدها بناخدها بانجل معينة يعني مثلا المولر ناقص المولر ناقص ناقص خمسة او هكذا هذي دوه هنا الانجل انت مجرد ما تحرك الجهاز هتعطيك الانجل وهنا الكاليبريشن هي هي اللي بتسفرلك يعني انت تبها الانجل السفر متاعك وين باش نعطيك انجل مثلا زي 30 دوه هذي نقطة الكاليبريشن علمش بنديروها بالدات هنشرحها طبعا في فيديو او حتى مقطع صغير باش تكون النقطة هذي واضحة هكي الجهاز سيمبل مفيشي اي حاجة تانية تعدل كل شي وتاخد الاكسبوجر من ناحية السيفتي الهاند هلد اكسري ماشينز الحاريثات يعتبروا سيف جدا لان زي ما قلنا ان الدوز كبيرة يعني اكسبوجر تايم اقل والبييم طبع اعتبر مركزة فمش محتاجين لأي حماية اضافية طبعا الجهاز هذا نشوف انه مناسب جدا لأي حد اغلب تقريبا اغلب جي بي اغلبهم شغلهم اغلبه اندو مناسب جدا لأصحاب العيادات اللي عندها اكثر من يونت ويبي اخذ واحدة تخدم على يونت كلهم غير يرد بالا انه التمريض يطيحه نجو لي سعر الجهاز سعر الجهاز مناسب جدا لو قرناه بالوالد مونتد الوالد مونتد في ليبيا بحوالي الشركات المحترمة بحوالي 10 الاف جنيه هذا سعره 5900 دينار في السوق الليبي يعني حوالي 1200 دولار الجهاز تلقوه في شركة ياسمين ليبيا في طرابلس وان شاء الله الجهاز هذا سنديوه على ديمو كيف تاخد اكس ري بصفة عامة وكيف تستعمل الجهاز وقبل ما نختم يا ريت اللي اول مرة تفرج علينا لا ننساش يدير سبسكرايب ان شاء الله في الفترة الجاية بنزيدوا معدل الفيديوهات ورب يوفقهم جميعا ونتلاقوا قريبا السلام